يتاجه الجيش الإسرائيلي نحو التواغل البري من جنوب غزة في خان يونس تزامناً مع حشد ألياته على مشارف حي الشجاعية ومدينة جباليا في شمال القطاع يتحدث الإسرائيليون عن خطط إعادة تمركز هدفها تطبيق تغييرات في الخطط العسكرية والتوجه نحو المعركة الأصعب في الشجاعية وجباليا وقالت صحيفة يدعو تحرنوت إن الجيش الإسرائيلي كلف الفرقة 162 بمهمة الدخول إلى جباليا لاعتقادها أن هذه المنطقة أكبر مصدر قوة لحماس ننظر إلى هذه الوقفة لما قدمناه بعد تفكيك لوئين لحماس شمال غزة ولم تكتمل بعد الفرقة 162 لا تزال تعمل في الداخل لتأمين مكتسبات وضرب المزيد من الكتائب بالأمس واليوم قضينا على قادة الألوية وقادة سرايا والعديد من النشطة وصباح أمس بدأنا نفس العملية جنوب قطاع غزة ولن تكون نتائجها أقل قوة من تلك سيتواجه عناصر حماس مع الجيش الإسرائيلي في كل مكان أحلموا جيدا وجزء كبير من ذلك هو الروح القتالية والخبر التي لديكم كجنود احتياطيين لدينا القدرات للقيام بذلك وكما فعلنا ذلك بقوة ودقة في شمال قطاع غزة فإننا نفعل ذلك الآن في جنوب القطاع لنواصل تأمين إنجازاتنا في شمال قطاع غزة شكرا